الاعلان عن تعيين رئيس الحكومة الاسرائيلية بن يمين نتنياهو مستشار الامن القومي مئير بن شبات مسؤولا عن متابعة الملف الايراني مع الادارة الامريكية والدول الكبرى جاء خلافا للتوقعات في اسرائيل فبعدما كانت كل التقديرات تشير الى ان رئيس الموساديوس كوهن هو من سيتولى هذه المهمة لكونه المرشحة الطبيعية لها بحكم علاقته مع المسؤولين الامريكيين والادوار التي ادها في الفترة الاخيرة جاء قرار نتنياهو الذي كان موضع انتقال في اسرائيل ولسيما انه يخلق وفق مراقبين تنافسا اولا بين كوهن وبن شبات الذين يعدان المسؤولين الامنيين الاقرب من نتنياهو محللون تساءلوا عن الفائدة من تعيين بن شبات ونقلوا عن مصادر امنية انتقادها كفاءة بن شبات المتدنية باللغة الانجليزية مقارنة بكوهن لكونه يستعين بمترجم في كل محادثاته الحساسة مع مسؤولين امريكيين اضافة الى افتقاره وفقا لهم الى علاقات مع الديمقراطيين وعدم المامه بالشؤون الامريكية كما يجب في المقابل اعاد هذا القرار والانتقادات المثارة بشأنه تسليط الضوء على الخلافات بين رئيس الموساد يوسي كوهن ورئيس هيئة الاركان العامة افيف كوخافي على خلفية الموقف من الملف الايراني ظاهريا والتنافس على الموقعية السياسية المستقبلية لكل منهما فعليا كوخافي وكوهن مرشحان لرئاسة الحكومة فكوخافي منذ ان كان قائد فرقة فهمنا ان خططه بعيدة المدى وانه ينظر الى القدس ويريد ان يكون رئيسا للحكومة وكوهن عندما شاهد خطاب كوخافي فهم الكلام وقال لحظة لقد دخل احدهم هنا الى منطقة من كان يعمل في ايران في السنوات الماضية هو انا اذا حضرة رئيس هيئة الاركان العامة اذا امكن اترك هذه الساحة ايضا لمن عمل في ايران مراقبون اشاروا الى انه في طريق كوهن رئيس المساد الاكثر تغطية اعلاميا في اسرائيل يقف خصم طموح وهو رئيس هيئة الاركان كوخافي غير المستعد للتنازل ولذلك فان التوتر بين الرجلين الذي اساسه تطلعاتهما السياسية قد انفجر الى العلن هذه المرة اشتركوا في القناة